اليوم ندوة مهمة هي ندوة من أجل الاستحقاق الرئاسي القادم اليوم دور الاتحاد الجزائر الاقتصاد والاستثمار هو شريك فعال في المجتمع المدني وشريك كذلك في مجتمع الأعمال نعرف اليوم أن الجزائر بدأت في إقلاع اقتصادي مهم وهناك ثورة اقتصادية مهمة وثورة اجتماعية قام بها السيدة الرئيسة الجمهورية إذن اليوم نحن موجودين في الندوة الصحفية أولا نغرس الوعي لدى الشباب الجزائري وندروا حملة تحسيسية ليبدأها المجتمع المدني ليبدأها المستثمرين والمنتجين اللي كانوا أول من استفاد من إصناحات الاقتصادية العميقة اللي قام بها السيدة الرئيسة الجمهورية إذن اليوم نعرف أنه جزائر مستهدفة اليوم لدينا رهانات كبيرة رهانات التحديات الجيوسياسية والاستراتيجية تتعلق بحدودنا تتعلق بإقليمنا تتعلق بقارتنا اليوم يجب مواصلة المسيرة يجب الاستمرار للوصول إلى الاستقرار المهم جدا للتنمية المستدامة للجزائر ولباقي شركائنا الاقتصاديين خصوصا الأفريق هذا من مخرجات الندوة مع السادة يعني رؤساء هنا معنا في المؤسسة باش نخرجوا بالتوصيات وتكون هناك كمقدمة للقاءات هنا نبدأها إن شاء الله مع الأحزاب وكل الفعالية على المجتمع المدني وخصوصا الشباب الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار هو بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الجزائري نرافق الدولة الجزائرية في رؤيتها بالتبني خيار وهو تنويع مصادر الدخل خارج المحلوقات وذهب إلى صادرات كذلك اللي إن شاء الله نوصل إلى 30 مليار دولار وكذلك لتفمين الموارد الطاقوية والموارد المعدنية نعرف أن يوم جزائر دخلت إلى نوادي تصدير الحديد والصلب والإسمنت والكلينكر وكذلك دون نسيان الصناعات البيترو الكيميائية هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة الجزائرية نحن هنا كمرافق للمستثمر الجزائري والمستثمر الأجنبي لا ننسى أن الاتحاد مغروس كذلك وفتح مكاتب في أوروبا في دول عربية إن شاء الله في الصين في كل دول إن شاء الله الإفريقية التي تقاسم مع الجزائر نفس الرؤية إذن المستقبل هو للجزائر خصا في إقنيمها وفي قارتها ونحن في الاتحاد مرافق للدولة الجزائرية وفي سياستها التنموية خصا جانب الاقتصادي والاجتماعي